السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنهضر على تقييم وتحليل أداء المحتر في المغاربة تحديدا مع الزلزول عبدالصمد أشرف داري زاكري أبو خلال أمين سلامة يوسف نصيري ياسين بونو والكلام أيضا سيكون العز دين أناحي ومصين أدم زائد مفاجأة قرب انتقال سوفيا بوفال وعبدالحاميد صابيري إضافة إلى تباصيل كثيرة وكثيرة جدا والبداية ستكون مع الغوليادور يوسف نصيري اللي الباريحة قدم مباراة أكثر من رائعة وتقلق بيدافي اللهم بارك وزيد في ذلك واللي كانوا في شباك نادي ألشي من منافسات الجولة 19 من الدوري إسباني وقصت لهدف كل عادة غديم دواما أزيرو تحديدا من بناء الهجمة من الخلف للنادي الأندلوسي واللي كما كيباليكم في القادر أنهم لقاوا صعوبة كبيرة جدا يختار قوة عمق دفاع الخصم بحكم أن نادي ألشي كانوا متعشرين بشكل جيد جدا لذلك المدافع الفرنسي لويك بادي قرر في آخر مطافي قلب السيد سعود ويلعب الكرة على الطرف عند اللاعب الإسباني خوصين خواكنك فرناندي سيز دولاتوري الملقب بسوسو طبعا واللي هذا الأخير بطريقة أو بأخرى كيتوغل الأمام ويلعب الكرة في العمق واللي كان قصد بها الدولة المغربية يوسف نصيري إلا أن الدفاع كان بالمرصاد وشتت الكرة اللي وصلت في آخر مطاف عند الأرجونتيني ماركوس أصينا وفي نفس اللحظة كما تشاهدون صارك يرجع من التسلل وكيد بلاسه وكيد طلب الكرة وهذا الشي كامل في تواني جد جد معدودات وفعلا المغربية تلقى عرضية سحرية ملمترية بالمقاس ثم ضرب لدي الطونت أو بمعنى أصح وأدق طرفي العالي ثم هزم لك الحارس إدغار باضية معلنا بذلك عن أولى أهداف المباراة من بعد أن صارك السامر في التألق وهواية هذا الشباك وهذا المرع قدر يسجل هدف ثالث لفريقي في وقت بدل ضاعي من الشوت الأول وهذا الهدف جاء بعد مترابطات وأمل جماعي من لعب النادي الأندلوسي وأثناء تحضير لهذه الهجمة المغربي يوسف نصيري كعادته يتربص ويتبربص بخبط ودكاء كبيرين وكان أيضا في سراعة ينائي كبير مع هذا المدافع على مصيد التسلول إلا أن المغربي في آخر المطاف غفله بفضل تمرية سوسو رائعة جدا والأرواح هو الفينيش ديان صاري بالرجل اليوسرى اللي قدر يسجل منه هدفه الثاني والثالث لفريقي الأندلوسي وبالمناسبة هذي الهدفين ديان صاري زائد هدف ديوله في الماشيلي فات ضد أصاصونا في كأس المالك أكيد غادر جعله تقع في نفسه لهو ولا حتى جماهر النادي لذلك هذي فرصة ذهبية ليوسف نصاري باش يبنيع لهذا التألق ويزيد ماركي ويسجل أكثر وأكثر في المقابلات القادمة أما عن بونو ياسين فهو الأخر الأمور بدأت تحسن عنده الحمد لله بحيث خرج بيتاني كلينشيت على التوالي اللهم بارك وكالعادة في كل مباراة لابدت ربليك شي بارد خرافي وهذا المرة كان في الدقيقة 13 بعدما تلقى دربة رأسية قوية وخاطفة من الخصم إلا أن المغربي كالعادة كان حاضر بردة فعل سريعة جدا علما أن نتيجة المباراة ديك الساعة كانت سفر لسفر يعني لو كانت ماركات كان إشبيليا غادي عن الأمارين وهذه هي قيمة ياسين بونو اللهم زيد وبارك على العموم أداء المغربيين في هذه المباراة كان رائع جدا طب ناضي ما شاء الله أما التقييم فعندك نصري تحصل إلى 8 فصيلة جوج كتاني أحسن لاعب المباراة بعد الأرجنتيني ماركوس أكونيا اللي تحصل إلى تقييم عشرة أما المغربي ياسين بونو فقد 7 فصيلة لاشا وقبل ما نكمل معكم تقييم أداء المحترفين كان واحد الخبر بخصوص قرب انتقال عبد الحاميز صابيري فحسب العديد من الصحف والمواقع في إيطاليا لمنى صاحبة كوريار ديالس بورج قالوا أن فيورنتينا سيقدم عرض جديد لنادي سامب دوريا في حدود 4 مليون يورو زائد مكافئات لضم الدولة المغربي ومن الممكن أن تغلق الصفقة في الساعة القليلة القادمة إلى مشاة المفاوضات بشكل إيجابي طبعا وفي حالة تمت الصفقة فهناك إمكانية باش اللعب عبد الحاميز صابيري يكمل مع نادي سامب دوريا حتى نهاية هذا الموسم وأيضا نفس المصدر قالوا أنه من الممكن تكون محادثات بين إدارة الناديين هذه الليلة باش ينهيوا الصفقة بسرعة بحكم أن المركاته ما بقى لهوالو باختصار شديد فيورنتينا حاليا تصارع الزمن من أجل ضم المغربي عبد الحاميز صابيري والمفاوضات جارية لحدود هذه اللحظة وبين قوصين اللي كتسول إلى أدم مصينة فرح حاليا رجع من الإصابة والحمد لله وهذه الصور من التدريبات ديره مع النادي ولكن لحدود هذه اللحظة ما زال ما كتدربش مع المجموعة وقريبا غاد ينضم لتدريبات الجماعية إن شاء الله أيضا مارسيلية اليوم قام بتقديم لعبي الجديد دولة المغربية عز الدين أونحي ورقم القميس كما كتشاهدوه حاليا هو 8 ومدة العقد هي 4 سنوات ونصف المهم موضوع عز الدين أونحي وانتقاله لمارسيلية تكلمنا عليه سابقا وبالتفصيل وعلى العموم كل توفيق للمغربي عز الدين أونحي والآن تاقل مباشرة إلى تقييم المحترفين المغاربة والبداية بمباراة بريست وأونجاي واللي أخيرا كي يظهر لنا المدافع المغربي أشرف داري بعدما غاب عن الفريق من 16 أكتوبر الماضي واللي داخل فيها فترة كأس العالم طبعا والغياب دياله عن الفريق كان بسبب الإصابة كما عارفين كاملين المهم اليوم قرر المودير بالفرنسي إيريك سيرج روي فيقحام داري أشرف في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم واللي هذا الأخير قدم مباراة من أحسن مباراة هذا الموسم وكان حاضر دفاعيا خصوصا في كورات الهوائية والسرعة التونائية وما إلى ذلك وفي الغالب كان كيتفوق على لعبي أونجاي والواضح أيضا أن داري يخدم على راسه في النقطة ديالإخراج كورة من الخلف واللعب الكورة الطويلة في الأمام واللي فعليا من خلاله قدر إعطي تمريرا مفتاحية لجمعناها هدف الأول باختصار أشرف دار ماتش كبير ولعب 90 دقيقة كاملة وتحصل على تقيم سبعة فاصيلة جود أما في الجهة المقابلة لأونجاي فغاب علينا المغربي سوفيان بوفال اللي أصلا ما كانت مكونفوكيف هذا الماتش بتاتن واللي بالمناسبة هناك عليه أخبار كتقول بالحرف بأن نادي استدلقى طريق قريب جدا من إنهاء الاتفاق مع نادي أونجاي لضم الدولة المغربية بوفال سوفيان وهذه فقط أخبار متداولة وما زال ما كانت شي حاجة رسمية لحدود هذه اللحظة ولكن لكي أكد هذا شي بطريقة غير مباشرة وهو عبد العزيز بحزامة مدرب أونجاي اللي اهضر لسبب عدم استدعاء بوفال ضد نادي برس في مباراة اليوم وقال في تصريحاته بالحرف كانت هناك محادثة بين رئيس الفريق والمدير الرياضي ووكيل لعب سوفيان ومن المحتمل أن يترق الفريق حاليا هو ليس هنا لأننا لا نريد مخاطرة وفي هذه الحالة أفضل أن يكون لدي لعبين جاهزين بنسبة 100% بمعنى المدرب قل لك أن بوفال حاليا تركيزه فقط في الانتقال لذلك ما بغاشي خاطر باشي لعبه في هذه المباراة لأنه ببساطة دهنيا ما وجدش بتاتن والتصريح جاء مباشرة مع الأخبار التي تقول أن نادي السيد القطاري قريب جدا من الاتفاق مع نادي أنجي لضم الدولة المغربية سوفيان بوفال إذا السؤال المطرح هو واجهة القادمة لسوفيان هي السيد أو نادي آخر أكيد هذا الشيء الذي سنتعرف عليه في الساعات القليلة القادمة وبالمناسبة حتى موقع ويس فرنسي الفرنسي قالوا أن بوفال سيغادر نادي أنجي في الساعات القليلة القادمة وقبل أن نسده مباراة أنجي وبريس فأمين سلامة لعب المباراة كاملة وتحصل على تقييم السفص إلى السق أما عن زكري أبو خلال فكل عادة بدأ المباراة كأساسي ولعب 90 دقيقة كاملة وتحصل على تقييم السفص إلى 8 أيضا اليوم المدرب جاقوبا آرساطي دخل لنا عبدالصمت الزلزولي كأساسي في المباراة اللي كانت ضد آتليجيكو مادريد والمات الصراحة كان صعب جدا ولين هزموا في رفقة المغربي بهدف السفر والزلزولي عبدالصمت لعب 78 دقيقة وتحصل على تقييم السفص إلى 7 وبهذا كنكون وصلنا إلى ختم الفيديو وخير وكلامي مع قل ودل وكل عادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة